في شخصيات بتستجيب وفي شخصيات لا يعني في شخصيات ممكن تكون بتتجاوب بإيجابية في شخصيات من الأطفال ممكن لسبب أو لآخر مش بتتجاوب لده هل في سمات معانة للشخصيات الإيجابية قدر أقول إنه ابني بيستوعب أو بيستجيب لله أنا بعمله ده بشكل أسرع من غيره بصي الشخصية الإيجابية بتعتمد على طريقة التربية أنا بصي الأطفال في السن ده هم بيقلدوا جدا وإنتي بالنسبة لأبو الأم قدوة قدوة بمعنى الكلمة اللي أنت هتعمليه هم هيعملوه هم زي الأسفنجة بيمتصوا كل حاجة منك فلو أنا دلوقتي ابني ما بيسمعش الكلام هو لما بينديني أنا برد عليه ولا لأ أنا لازم أسأل نفسي الأول هو أنا تصرفي معاقي طيب ابني بقوله طف التلفزيون ما بيطفيش التلفزيون لازم أزعق مرة واثنين وفي التالتة يعمل ليه لأنه هو جرب أنه أنا لما بقوله طف التلفزيون ما ببقاش جدية أنا هخاء هو لما يسمع أن أنا صوتي عيلي وشخط هيروح يطفيش التلفزيون فأنا الطريقة هي اللي بتخلي الطفل إيجابي الطفل المهدد أنا هسيبك أنا مش ياخدك معايا يعني أنا هسيبك أنت مش بتصحف العربية أنا هسيبك وانزر يعني منتهى الرعب كلام احنا بنقوله بمنتهى البساطة لكن أنا مثلا الطفل اللي هو بيتقاله لأ كتير قوي 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 عارف اللقات الكتير احنا بنقول من كل عشر حاجات يتقال عليهم لأ هقول علي حاجة واحدة بس يعني لازم أبقى حريص قوي وأنا بقول لأنه هي فعلا الفكرة ليه علاقة بأنا مركز قد إيه قد إيه ده صعب برضو لأنه اليومين دول مثلا الأب والأم اللي اتنين بيشتغلوا نسبة التحكيز الطبيعي غصبا عنهم هتبقى أقل وبالتالي أنا يعني أنا عايزة عايزة صحصح أنا مش عارفة أزبط ده إزاي أو أن أنا أتحكم في أن أنا بقى مركزة كده إزاي يعني فيه طريقة تساعد الأم مثلا فيه ممكن أدو أكتب يعني أعمل إيه طبعا أولا أنا زي ما قلت في الأول أن أنا لازم أقرأ كويس عن تربية الأبناء لازم يبقى فيه حد يعلمني مشير أو حد عنده حكمة يعلمني لو غلطت في القصة مستهلة احنا قلنا أن تربية الأبناء دي مهمة صعبة مهمة شقة ابني ملوز زنب خالص أني أنا متعطلة أني أنا تعبانة أني أنا جاية من شغلي مرهقة ملوش علاقة خالص الولد مش الولد مش هيكون حاجة بصب عليها مشاكل اليوم خالص خالص يعني الطفل عشان أطلع طفل ساوي وطفل إيجابي زي ما أنت بتقولي أنا الطفل ده محتاج أنه هو قاعد معاه على الأقل لوحده 20 دقيقة في اليوم الـ 20 دقيقة في اليوم دول بعمل اللي هو عايزه مش اللي أنا عايزاه يعني هلعبه بطريقته هحكيله بطريقته بسمعه بركز معاه ببص في عينيه علشان يديني أمان ونوعد نحكي مع بعض كويسين الطفل ده بيبقى محتاج أنه زي ما أنا قلت ما يتقارنش يعني المقارنة دي من أسوأ الحاجات اللي بتكسر مرحلة الطفولة أن أنا قاعد أقوله أختك بتعمل كذا أنت ما بتعملش كذا طب ابن خالتك طب صحابك في المدرسة أنا بأعمله أنا بأقوله أنه أنت كده أنت فاشل أنا بأوصله رسالة عكسية وبأقوله أنت فاشل وبأقوله أن الناس التانية أحسن منك فطبعا ما فيش مقارنة ما فيش تهديد زي ما قلنا ما فيش أسماء وتعليقات على الشكل والكده خلي بالك كمان أن المرحلة الصغيرة دي أنا بكاوم فيها هويته أنا لازم أعزل آف أنا لو أنا عادت أقوله شكلك وحش شعرك معرفش إيه عنك إيه ده بيأثر فيه طبعا أنا لازم في الوقت ده بأقوله بنت بنت الولد ولد لازم يبقى وصله الرسالة دي